اشتركوا في القناة في مكان ثاني في كل الأشياء هذه منطبقة هي تسهل عليك تسهل عليك أول كثير مننا يعني مثلا شوف الوالد والوالدة حط عند راسه مصحف في مكان ثاني مصحف عشان يستذكر ويشوفه قدامه ويذكر ان اليوم ما قرى شي فيقرى اليوم لأ جوالك في جيبك احنا نعرف انه ان شاء الله موجودين هنا حفاظ ان القرآن يحتاج مراجعة بشكل دوري في الحفاظ يحتاجون تذكير انه يقرأ مثلا اذا كان الاجزاء وموزعها على الشهر يبغى يختم في كل شهر عشان يكون مراجع عشان ما يتفلت القرآن بكرة ممكن مع الذكاء الاصطناعي اذا انت الذكاء الاصطناعي في جوالك وفي المصحف يعرف انك اذا اليوم ما قريته وردك ما تقدر تختم واذا ما ختمته ما حفظته واذا ما حفظته طار منك القرآن فانا اتوقع ان بكرة بنوصل لهذا المستوى يوصل فيه الذكاء الاصطناعي انه يذكرك يقولك اقر لانك لو ما قريت بتنسى ولو ما ختمت بتنسى ترجمة نانسي قنقر